وحش جديد إضافة كبيرة جداً لأقوى خط نص في قارة أفريقيا وأعتقد أنه الإحساس العامة عند كل جمعين نادي الأهلي بالسعادة بالرضا على أولى صفقات الأهلي للموسم الجديد وأنا بوعدكم إن شاء الله البقية تأتي مازال في جعبة إدارة النادي الأهلي الكثير والكثير وتضع في أولوياتها تدائيم الفريق بالشكل اللي يكون لائق بتاريخ الأهلي بداية بجماهير الأهلي العظيمة ثانياً وبالتأكيد بطموحات الأهلي وإدارته في الفترة المقبلة ثالثة والحقيقة خليني أقول لحضراتكم أنه على قد ما كان فيه حالة جدل كبير جداً قبل الإعلان عن الصفقة على قد ما أنا شخصياً أتوقع أنه إمام في النادي الأهلي هيكون نسخة غير سيبك من كل الكلام اللي تقال وحالة اللغة حالة الغيرة حالة الغضب سميها زي ما تسميها مش عايز أقول أكتر من كده لكن في النهاية بالتأكيد طبعاً إمام واحدة من الإضافات القوية جداً اللي يتمنيها أي مدير فني ويتمنيها أي سكواد لفرقته طيب هنتكلم على صفقة إمام واللي إحنا منتظرينه وأعتقد أنه المقارنة لا تجوز سواء برحيل حمدي فتحي وتعويض إمام عشور اللي بتهيالي يمكن فيه يعفنياً يعني وأنا هسمع رأي ديوفنا في القصة دي فيه اختلاف بشكل كبير جداً في الإمكانيات والمهارات حمدي اللي لعب دور كبير جداً 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 في السنوات الأخيرة والحقيقة كان واحد من مش أقول جنود مجهولة لكن أعتقد أن كل جماهين النادي الأهلي اتفقت على أنه حمدي كان واحد من أهم الأسباب اللي قدت أنه خط نص النادي الأهلي يظهر بالمستوى ده وخصوصاً مع مارسل كولر اللي ظهرت فيه إمكانيات حمدي الهجومية لكن ننتظر الحقيقة مش عايز أقول البديل أو مش عايز أقول الصفقة اللي عوضت لأنه إمام أعتقد بإمكانياته ومهاراته ممكن يكون في حتى تانية